اشتركوا في القناة جيداً جميعاً جميعاً ورحمة إلى هذا القناة في هذا القناة في Syngenta دعوني أفضلني أسمي حاتم أبدين أنا أشترك المنزل المنزل لطوماتو في المنزل التي توجد من أجورباً والمدرس والأفريق والأفريق والسود في هذا القناة في هذه المنزل يجب أن تأخذ المنزل في موضوع من المنزل لتشارك بعضنا نفسنا وليس للمنزل هذه المنزل أين لدينا المنزل ويجب علينا التشرف المنزل ويجب علينا نقصد المنزل أين لدينا أن تأخذ هذا المنزل إلى أساطات فيلطان المساعدات التي يمكنك أن تشارك معك أمام المضوطة التي نحن في المطلق والمساعدات المناتقلة أو البيض المساعدات المناتقلة سوف يأخذك إلى المرها لتشارك معكم بعض الأمام المضوطة والأحياء أستطيع أن أحياء أحياء المضوطة المضوطة جداً من المضوطة الأماكن للدخول إيضاτί، لأحضور الجبال كل المساوارات التي تستطيع boys والتي يمكن أيضا التمصيص لجرم المساوارات الصينجنتا اليوم نستطيع في مطلوبة محابرة في الدعام الأفريقية وفضل الأفريقية الكثير من الأفريقية الملحة الأفريقية واجات في المؤسس الجزائرية والدعام الأفريقية والحيث يوم في المقابل الأفريقية نفسنا الدرسة المساوارات والقموارات نفسنا يمكن أن نكون في مئات 300 مملكات مع مباشرة نغير أو مملكة نغير من الماء في مجردين مدينة، إنه يمكننا المؤكد في هذه المنطقة مدينة أسعلي أن أتضاف معكم بأننا هذه المزمد من المنطقة التي لدينا اليوم يمكننا أن نكون في مئات كبيرة، كبيرة جداً في العنوان، في الأنفان، في العظيم، في المعنى، في المع magnet في المعنى العضي ومعنى طبقاً على الصغير المطقة إضافة إلى ذلك المساعدة التي نضيفها مع نوعاتنا لكي نستطيع أن نستطيع المساعدة المعارضة والإنسانات المعارضة التي نحن نحن في كل يوم لذلك سأشارك معكم أكثر من نوعاتنا التي سأشارك أكثر عن نوعاتنا ومع أكثر عن التالي من كل نوعاتنا التي لدينا فهي مجرد لكي نتحدث عن كيف ستكون قدرنا في الماضيين وكيف ستكون جيداً مع نوعاتنا المعارضة التي تعمل بقى المعارضة في المعارضة ومع قائمة جيدة لتكون قدرنا نوعاتنا المعارضة التي تكون مهمة لنا كمتابعة ومعاون أن نستطيع المساعدة من كل المعارضة في كل المعارضة سأقوم بإطلاقتي بشكل قدر لذلك شكراً لكي تسمعوا سأشكركم أن تحتاج هذه المعارضة تنبوي على تلك المعارضة وهناك إمرأة نفسها التي نتحدث معنا معرفة المعارضة لكي نتجل مستقيمة حولنا شكراً لكي وبأيضاً لكي تنبوي على الاستمرار ومجرد تقدم معكم في حياتكم وفيما الامرانات القادمة وقفوناً شكراً لكي اهلا وسهلا فيكم مرة تانية اليوم هلا احنا عنا حقل البندورة المكشوف زي ما انتم شايفين عنا اكتر تقريبا عشرين نوع وفي عنا اكتر من طايب اكتر من شيء موجودين عنا بالحقل هون وحنبلش بالراوند وبعدين في عنا اصلاف صلادات للأسواق المهتمة في الصلادات طايب اول صنف عنا اللي انتم تعرفوا صنف السراج وزرعته الرئيسية هون احنا زارعين كل البندورة بواحد وعشرين اربعة فاحنا بنحكى عن تقريبا ثلاث اشهر في جهازية عالية لمعظم الاصناف والاصناف المبكرة فيها جهازية كان المفروض تطلقت اكتر من هون السراج هو اول صنف عنا هون زي ما انتم شايفين النبات نبات قوي تغطية جيدة لحد ما هو عبارة صنف متوسط التبكير اذا بتشوفوا هون عنا العقد حتى على الاطراف هاي البندورة عقد عالي جدا لهذا الاصناف واحدة من اهم الشغلات في هذا الصنف العقد العالي والشكل الدائري للحبة شكل بلاس لون هاي الحب عنا هاي الثمار الثمار عبارة عن ثمار دائرية لونها حلو صلبتها جيدة جدا وعنا معدل وزن الثمرة تقريبا بين المية وخمسين والمية وثمانين جرام لهذا الصنف المقاومات زي ما انتم شايفين تعرفوا اننا احنا بالبوكلت موجودة بس اهم مقاومتين في في السراج هو عبارة عن التي واي بلاس سنما تود هاد اول صنف هلنروح الصنف الثاني اللي هو زي ما انتم شايفين رقم الكود 919-21-45 لحد ما مشابه لصنف السراج نفس قوة النبات نفس التغطية آآ ثمار دائرية جميلة العقد عالي جدا بهذا الصنف اذا انتم بتشوف ولا سمح نسوزو هاي العقد يعني عبارة عن العقد عالي جدا هون حتى في عقد هون عنا على الاطراف يعني استلب بعضه يعني هذا الصنف منقدر نحتبره صنف آآ آآ مستمر في في الانتاج مش حتى هون وهون احنا موصلين حتى بالعناقيد المتأخرة اللي هي لسه عنا شغال ثمرة جميلة تشبه حبة البيوت زي ما انتم شايفين هون آآ نفس الشي معدل وزن الثمرة بين المية وخمسين والمية وتمانين قرام لهذا الصنف. هذا واحد من الاصناف الجديدة بلشت نطورها اول سنة هي هي السنة بلشت نطور في هذا الصنف. طلع اذا منحكي هون اذا سمحت هون هاي العقد تستل النبات شغالي منيح والعقد كتير عالي في هذا الصنف. واحد من اجدد اصنافنا اللي احنا هلا رحين نشوفه اللي هو تسعمية وتمانطعش آآ خمسين تمانية وخمسين هلا رح نروح نشوفه هناك. آآ هذا من الاصناف الجديدة بصراحة معاولين عليها صنع سنتين من يطور في الصنف السنة التانية. وطلع برة المحطة. هلا عم نشوفه في اكثر من محل العام شوفناه بمنطقة المفلق الأبل للي هي هي المنطقة الرئيسية لهذا الصنف. وان شاء الله رح نشوفه في الكانترس برضو التانية. مهمية هذات هذا الصنف. نباط قوي جدا زي ما انتو شايفين هون. طغطية عالية جدا. ومقاوماته. انتو خلينا هاي هون ازا بتكن هون لو سمحت. يعني الداخلي على الاطراف كل الاماكن في عنا خلينا نشوف التمار بعدين نحكي عن المقاومات والانتاج. تمار دائرية جميلة الشكل زي ما انتو شايفين هون. لونها حلو. مئة وسبعين ل مئة وتسعين جرام. الفيرنس فيها كويسة برضو. هاي الفيرنس هون كتير منيحة. بدنا نستعين في زميل نغسان عشان نخلع شتلة من هاد الصنف ونشوف كديش فيه عليه انتاجية لهذا الصنف. نشطل بهاي الشتلة. هذا مقاومات واهم مقاومات. تي واي نيماتود بلس في مقاومة مجموع خضري قوي جدا زي ما انتو شايفين هون. تغطية عالية. وهي الثمار عندنا هون. يعني هاي الثمار من شتلة من نبتة واحدة. في هون احنا بنحكي عن صنف متوسط الصنف متوسط. مش راح اقدر اعدهم هلا بس انا بحكي عن تمانين او تسعين حبة. ممكن اقل. بس بأفرج مية وخمسين جرام. فاحنا بنحكي عن ست تقريبا كيلو للواني بلانت. طبعا اه الصنف المميز في هذا انه في عقد حراري عالي. فعشان هيك احنا موجهينه لزرعة السبرينج سامر. بوث راح نزرعهم بالسبرينج وبالسامر. يعني هون اذا بلاله سمحت بس عشان الشباب تشوف هون. هاي من شتلة واحدة. تغطية عالية جدا. ما في عنا اي فاقد. ما في عنا اي لطعة. ما في عنا مشاكل بالثمار. زي ما انتم شايفين هون. حتى بلزم السكيرة صغيرة. واستل. هاي عقد بعده شغال. سو احنا بنحكي عن فترة الاخر اسبوعين كان عنا فترة حرارة عالية جدا. واستل العقد منيح. برضو هاد زي ما خبرناكم انه احنا شايفينه في المزارع في منطقة المفرق في الابلان. الفور ماليس كتير عالي. من ناحية ستنج. من ناحية عقد. من ناحية انتاج. ومن ناحية مقاومات. لانه في تحمل للبياض الدقيقي هادا السن كمان. وهذا واحد من الاصناف المهمة بالنسبة لنا. واحنا يعني متأملين فيه خير. وان شاء الله يكون اداءه كويس حتى في البلدان الثانية. في سيجمنت السبرينج والسامر. نيجي هلا على الصنف اللي بعدية. برضو من الاصناف الاجديدات سعمية وسبعتاش عشر وواحد واربعين. اه زي ما انتم شايفين. نبات قوي طغطية عالية. اقل شوي من هناك. الصنف بس متأخر شوي. هناك كنا نحكي عن صنف متوسط. هنا نحكي عن صنف متأخر. وبالتالي العقد لهلا اقل شوية. بس استلق ازا بنشوف هون العقد والاستمار اللي في البطن الداخلي لهذا الصنف. ممكن ات برضو تشوف شكل الثمرة. الانتاجية عالية. لونها مميز. اهم مواصفات هذا الصنف. اهم مقاوماته التي واي لهذا الصنف. هاي اذا لو سمحت سنسوي زوم هون على على الثمار. لون مميز حجم مئة وستين مئة وسبعين جرام. متأخر شوية. فهو هذا مناسب اكتر للزرعات اللي التبكير مش مطلوب فيها. الصنف اللي بعديه اللي هو صنف آآ صفر ثمانية وثلاثين. هذا واحد من الاصناف المهمة جدا لهذا الصن. آآ زي ما انتم شايفين هون. نبات قوي. الحمل كتير عالف هون. حتى في المناطق الداخلية. هاي لو سمحت هون. نبات الثمار مغطية. تقطيطها جيدة جدا لهذا الصنف. هاي العقد الداخلي. والريكافري والاستمرارية. حتى هون في عنا استمرارية. استل النبات هلثي. لونه اخضر. آآ بالنسبة للمواصفات اهم مواصفة هون عنا نحكي عن التي واي لهذا الصنف. الزي ما خبرناكم بالنسبة للثمار خلينا نشوف هون نقدر نشوف. هذا من الثمار. هاي الاوزان والاحجام والشكل. دي بفلات. مية وتمانين جرام. لونها حلو. والطراوة جيدة جدا. عفوا الصلابة جيدة جدا. هون ممكن برضو احنا عشان نشوف وتنشل الصنف ممكن نخلع كمان شتلة. عشان نشوف معلش يتحملونا. حتنا نتمنى انه هانا نسوي الاشي ونتروفونه معانا. هاي شوف العقد هون. ثمار حتى بالعقد البداية الاولي موجود ولسه السل في عنا هون الثمار كتير عالية. هاي الاحجام اللي بنحكي عنها. حتى بتوصل لأكتر من مية وتمانين بس احنا بنحكي عن معدل عن افريج. لون وصلابة برضو صلابة معقولة جدا في هذا الصنف. جربناه في منطقة المفرق وهلا احنا بنطور فيه ان شاء الله. زي ما حكينا اهم مواصفاته التي واي. هلا بدنا ننتقل على الصنف اللي اللي بعديه. اللي انا نحكي انه فيه شبه بين هذا الصنف نفس الرقم بس انه هون الكوات تسعمائة وسبعة فعش واحد وخمسين اثنين وعشرين. اه تقطية متوسطة نبات قوي. الثمار دائرية فيه جيد جدا ومقبول في في هذا الصنف. اه اهم مواصفاته زي ما حكينا تي واي نيماتوت تقريبا معظم الاصناف هدول الثلاث كلهم تي واي ونيماتوت. معدل وزن الثمرة بين المية وستين والمية وتمانين جرام. شكلها دائريش فيها شوية تفلات نش زي ما انتم شايفين هون بهدول اثمارات. صلابة جيدة جدا ولونها جيد لهذا الصنف. يعني ازا برضو بتشوفوا معي هون لو سمحت. هاي العقد هون هنا. هاي معدل هاي وزن الثمار. الثمار جميلة جدا. صلبتها كتير منيحة لهذا الصنف. نشوف الصنف اللي 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 بعدي لهذا الصنف بعد المية واثنين وعشرين. هذا الصنف الياسمين. بتعرفوه هما جماعة شباب العراق اكتر ناس بيعرفوه هذا الصن. بناش نحكي عنه كتير بس النبات شايفين كيف تغطية. طبعا هاي مش السايكل الرئيسية تبعته. السايكل الرئيسية هي كو وورم تو كول. هون احنا زارعينه من كول تو وورم. او من وورم تو وورم حتى لانه هون احنا زي ما حكينا تاريخ الزراعة واحد وعشرين اربعة. فمع هيك من الله هذا العقد العالي نبات اخضر هلثي. في كتير عالي لهذا الصنف زي ما انتم شافين هون. لسه العقد شغال. الانترنوت صويل شوية فهذا بعطي يعني هون بنقدر نشوف العقد بهذا الصنف. تل شغال. مع انها مش زارعة رئيسية لهذا الصنف. التمار نفس الشي. نحكي عن مية وتمانين مية وتسبعين جرام. لونها احمر جميل جدا. صلابته برضو معقولة. بمقارن مع انه مش زارعة رئيسية لهذا الصنف. بس استلق الصلابة والاحجاب مقبولة جدا لهذا الصنف. طبعا انتو حكينا لكم ما هو تجاري في العراق عنا ونشتغل فيه. بس نفس الشي. بعدين في عنا صنف تاني اسمه سيرين. هلأ راح نيجي عنده. هذا الصنف زي ما انتو شايفين هون. النبات قوي. طغطية متوسطة. التبكير فيه من ايرلي. متوسط التبكير. مبكر الى متوسط التبكير. اهم وصف في في اللي هي مقاومته للتي واي. في عقد عالي عندنا هون. وفي عندنا حجم الثمار. زي ما انتو شايفين. الشكل فلات. هاي هون الثمار. زي ما بتشوفو هون. دي بفلات. مئة وسبع مئة وثمانين جرام لهذا الصنف. ولونه مميز بهذا الصنف. نفس الشي هذا الصنف برضو نفس الزرعة بالنسبة للياسمين هو من 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 بس هون احنا عنا بالعكس صارت. عشان احنا ننورجي الوايد رين تبع اصناف صنجينتة كاملة لهذا الصنف. يعني نفس الصنف محسن نفس السيرين. طبعا السيرين حكينا الانتاج بيجي على مرة واحدة. هون عندنا نفس الصنف تقريبا اللي هو مئة وثلاثة واربين اخر ثلاثة ارقام منه. مور كونسنتريتد. النبات شوي متوسط. التغطية متوسطة تعطينا انه صنف مبكر جدا. وبنقدر نحصد كثير ثمار لو سمحت هون. في عنا كثير ثمار صار لونها احمر وجاهزة للقطاف لهذا الصنف. زي ما بتشوفه هلأ. اهم مواصفة انه هادة للتي واي. وهي الثمار نفس الشي هون. ثمار جميلة. شكل الشكل والحجم. نرجع من اكد هون تغطية متوسطة بعطينا تبكير عالي لهذا الصنف. في عنا احجام معقولة جدا وكويسة لهذا الصنف. الشي بشوي دي بفلات ودي بفلات لهذا الصنف. الصنف عندنا في احد الاصناف اللي هو صنف مبكر. اه نباته متوسط زي ما بنشوف هون بهذا الصنف. اه مبكر اه حكينا اه نبات متوسط اه اثمار دائرية الاحجام من مية وخمسين لمية وسبعين في هاي الزرعة ممكن بزرعات تانية ازا رحنا في مثلا على مصر تكون الحجم اصغر شوي ممكن اذا كان بالعراق يكون اكبر شوي. ففيه ادابة لهذا الصنف. بلس كتير عالي هون. اه معقول جدا. اه الانتاج كتير منيح. هاي الثمار زي ما بتشوفو. دي بفلات لقلوب شيب. مية وخمسين مية وستين هون. حكينا ممكن يكبر وممكن يكون اصغر. اه بيضل هلا بدنا نروح نحكي عن اصناف عنا اللي هي السلادات تايب للاسواق الراغبة في السلادات تايب سواء سعودية مصر ايران اي صنف. في عنا ثلاث اه اصناف هي سلادات تايب. هلا رح نحن نحب عنهم. اول صنف من هدول الاصناف هو اله تسعمية وطمانطعش خمسين اربعة وتسعين. صنف مهم مميز زي ما بتشوفو عنا هون. عبارة عن ثمار. اه اه اذا مننا نحكي عن النبات هو متوسط القوة او قوي ولكن التغطية متوسطة مما بعطونا تبكير عالي لهذا الصنف. اه الاحجام عنا هون جدا معقولة وكبيرة. ممكن يتوصل عنا اكتر من ميتين جرام للحبة الوحية زي هاي. بس الافرج عنا هون مية وتمانين من هذا الصن. هاي اه الاخمار اللي احنا مجهزينها عشان انتو تشوفوها. هاي الشيب تبعها. وزن مية وتمانين زي ما عكتلكم. الافرج ممكن يكون مية وسبعين ل مية وتمانين جرام. التبكير عالي جدا. فاحنا هذا منستهدف فيه الاسواق اللي بدها هاي الزرعة. العقد. ممكن ان ناخد فكرة عن العقد هون. لو سمحت هون بليس بس شوية زون. يعني ما شاء الله كله ثمار. ثمار في كل المراحل. اه من العقد من الداخل العقد على الاطراف. بعده النبات شغال ممتاز جدا هذا الصنف. ان شاء الله انه يكون واحد من الاصماط الجيدة والواعدة بالنسبة لشركة سنجنتا. احد الاصناف المهمة والمميزة بالنسبة لنا صنف اسمه رافانو. نطور فيه في مصر. زي ما انتم شايفين النبات قوي جدا. طغطية عالية جدا. عقد عالي. نباتي كبير شوي. زي ما بتشوفوا هون بهذا المنظر اللي انا شايفه هلأ. طبعا هذا اللي هو عشان هاي هي سيجمنت المطلوبة لمصر. هاي الاحجام الاحجام الصنف. الشيب والاحجام تقريبا. زي ما حكينا صلاديت او سكوير راوند. يعني عنا بحدود المية وعشرين جرام لهذا الصنف. مقوماته تي واي ونيماتود لهذا الصنف. بس هون الشغلة المميزة في هذا الصنف نبات قوي جدا وبرضو في عقد. يعني ازا منشوف هون. العقد داخلي. كتير عالي. نفس الشكل فيه نوفير متى عالية برضو. التناسق في في شكل وحجم الحبة كتير عالي في هادا الصنف. فهذا واحد من الاصناف المهمة واللي متأمنين فيه خير انه يكون واحد من الاصناف الجديدة في المنطقة عندنا. في عنا صنف تما نفس السايكل. تخيل صار تجاري في واحدة من البلدان عندنا هون في منطقة الشرق الاوسط. اللي هو تسعمية وستعش تلاتين وثلاثين خمسة وستين. عفوا تلاتة وعشرين خمسة وستين. في شبه من الاربعة ودسعين. ولكن هون النبات عندنا كثير قوي. والطغطية كثير عالية. زي ما انتم شايفين. الثمار مش عم نشوفها منيح. عقد عالي جدا بهذا الصنف. احجام مميزة وكبيرة. يعني هون بريس لو سمحت زي بتسويزوهم. هون. العقد كثير عالي ومستمر. حتى في الاطراف عنا كثير عالي العقد مهم ومميز. الاحجام كبيرة. الشكل زي ما حقنا لكم. اتمار حجمها كبير. يعني هاي الثمارة ممكن توصل لحديث مئتين جرام. مية وستين او مية وسبعين جرام هاد الصنف. فهذا صنف مهم بالسايكلز تبعته اللي هون الاسواق المهتمة في السكوير راوند. تحديدا ايران اليمن السعودية. فهذا من الاصناف الجديدة. في ظل عنا كمان صنف في هاي السيجمنت او هاي السايكل اللي هي سكوير راوند او صلادات شيب. اللي هون الخمسين. وهلا بدنا نشوف كمان صنف في نفس العروة او في نفس اللي هو اه زي ما انتم شايفين هون هاي نبات قوي جدا جدا. العقد عالي في هذا الصن. اه لو سمحت هون زوم بس نورجي الشباب العقد انه صنف مهم انا في مصر. هاي الحجم هاي العقد. عالي جدا. الاحجام هي الاحجام المطلوبة في السوق المصري. نحكي عن تبانين او تسعين لمية وعشرة جرام. هاي الثمار. لونها حلو. جميل جدا اللون مميز. صلابته جيدة. احنا مستهدفينه في زرعة اللي هو السبرينج سامر. نبات قوي جدا مما يعطينا استمرارية عالية في العقد. وحتى هون الريكوفر الى الصنف كتير عالية. بعده النبات مع العقد. بسه في تزهير. وفي عقد جديد زي ما بتشوفو هون. فالنبات اه فيه البور فيه كتير عالية. واحدة من المميزات الصنف المهمة الونيفورمتي في الشيب وفي الصيز. الكونسيستنسيز في 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 الونيفورمتي في في الشكل وفي الحجم المطلوب. الى برضو اخر صنف عنا في هاي السايكل اللي هو السعمية وستعاش وثلاثين وثلاثين خمسين. زي ما بتشوفو هون. النبات قوي. تغطيته عالية جدا. اه العقد مستمر حتى بعد تسعين يوم. لسه منشوف عقد جديد زي ما بتشوفو عنا هون. الانتاج عالي. معلاش قسمناها الشثلة ولكن هاي الانتاج. هاي الثمارة الداخلية. توسط التبكير. الحجم المطلوب. هاي احنا هون بيخدين فروتس. عشانكم صلابة عالية جدا لهذا الصنف لونه كتير حلو. وسمحت اذا ممكن. هاي الشكل. نحك عن مئة وثلاثين لمية واربعين جرام في هاي السايكل. ممكن يوصل الاحجام تانية واكبر. اذا كان في في عروات اخرى. وهذا اخر صنف عنا في في الصنف سيكوير راون برايتز. هلا رح نروح او واحد من الاصناف الجديدة. اللي هو تجاري في بعض البلدان. اللي هو الموال. هلا انا واقف عند صنف الموال زي ما انتم شايفين. متوسط القوة. متوسط التغطية. لكن التبكير عالي جدا في هذا الصنف. بالاضافة للعقد العالي. هلا ممكن انو مرجيكم العقد العالي. هون او هون. اي منطقة ممكن احنا نروح عليها. ما رح نتغلب بها الصنف. هاي العقد هون. مع التبكير. الاحجام عندنا كثير عالية. هاي الشكل الحبة. واحجامها. دي بفلات. شكل لون حلو. صلابته عالي لهذا الصنف. مبكر جدا. اه برضو ممكن هون ناخد كمان نزوم اكتر على على الشكل واللون لهذا الصنف. مقاوماته تي واي لهذا الصنف. نبات وين ما تتطلع بتشوف حب. وين ما تتطلع فيه ثمار. وحجمه بيف يعني ستاندرد بيك ستاندرد او ماكسيما بيف اللي هو بنحكى عن تقريبا مئة وثمانين لميتين جرام. لأ ظل عنا نشوف كمان صنفه عفوا المركور. زي ما انتو شايفين. اي صنف. نبات متوسط. طغطية متوسطة. ولكن الانتاج عالي كتير. مقاوم عالي للتي واي. اه العقد عالي جدا. احجام كبيرة حتى حتى هون العقد الجديد. احنا لسه نشوف العقد عالي. وبالداخل برضو فيه ثمار. مميزات الصنف ثمرة جميلة. لونها دائرية الشكل. صلبتها عالية. وزنها مئة ثمانين جرام. صنف اه قديم بس حبينا نحكي لكم عنه عشان تاخدوا فكرة اكتر عن هذا الصنف. خلينا نشوف صنف الهلادة. هاينا احنا ماشيين فيه هلا. لو سمحتون. صنف قوي. جيد التغطية. عقد عالي جدا جدا. واحد من اصمان في الرئيسية والمهمة احنا في في بلد في الولد الشقيقة مصر. هو آآ العقد عالي جدا لهذا الصن. يعني هون اذا تطلعوا عوننا عنا. اثمار كثيرة. صلابته عالية زي ما شايفين انتم هون. صلابة كثير عالية هذا الصن. وعدل وزن الثمار من مية لمية وعشرة جرام. آآ مقاوماته تي واي لهذا الصنف. مقاوم للتي واي. والعقد زي ما انتم شايفين عالي جدا. النبات بعده مستمر. ريكوفري عالية. وبعده النبات هلتي. اخضر داكن. ما في اي ولا اي مرض. هلأ بدنا ننزل عندنا كمان صنف ضايل بهاي السايكل. هاي عنا صنف الجي اس. زي ما عارفين احنا عنا صنف الجي اس. العادي. هاي هناك اذا لو سمحتوا ستجبلنا اياها. هاي الجي اس العادي. وعننا اصناف الجي اس المطورة. جي اس. حطينا عليها تي واي. عنا تو فيرجن من البيت جي اس. جي اس دي. و جي اس اي. زي ما بتشوفوا انتم عارفين حبة الجي اس. اي حبة ايمار الجي اس. راونت وسكوير راونت شيب. لونها احمر مميز. وزن الثمرة مية وثلاثين لمية وخمسين جرام. العقد عالي جدا. مع انه هذا الجي اس زي ما انتم عارفين هو يا سبرينج يا سمر. او عفوا. ولكن هون حكنا لكم. زرعتنا بتعتبر سبرينج سمر. بس تستل العقد والنبات. كتير ميح. نبات هلفي. اخضر. عقد عالي. هون. يعني العقد كتير عالي. هاي العقد عالي جدا لهذا الصنف. ومتقاملين في هذا انه نكون ان شاء الله تجاري السنة هاي او السنة اللي جاي لهذا الصنف. الفيرجن الثانية زي ما حكنا لكم اللي هو نفس الصنف جي اس بلس دي واي. بس فيرجن اي. هايها عنا هو الصنف الاخير اللي احنا رح نحكي عنه. نبات هلفي. اخضر داكن. ما في اي مشاكل. ما في اصابات تي واي. العقد عالي جدا زي ما انتم شايفين حتى ومستمر. زي ما بتشوفوا هون. حتى على الاطراف العقد عالي جدا. مبكر. اه نفس الشي زي ما حكينا عن هداك الصنف الجي اس دي. الجي اس اي برضو صنف عالي. متوسط. اه عالي العقد. مبكر. الثمار زي ما بتعرفوه. راوند وسكوير راوند. اه. وهونا ممكن نورجيكم. ثمار جاهزة. لهذا الصنف. نفس حبة الجي اس المعروفة لديكم يعني. ولكن حطي اه كانت مع اضافة التي واي على هذا الصنف. بهيك احنا ميكون خلصنا حقل البندورة. شكرين لكم. واهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.